يطري أول مباراة للأهل في الدوري وكذلك أول مباراة للزمالة دلنا حنشوفه في هذا الفيديو مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتكم من جديد في قناة أخبار عجلة أصفرت قرعة الدوري الممتاز التي يقيمت اليوم في أحد فندغ القاهرة وبحضور مندوب الأندية عن مواجهتين قويتين للأهل والزمالة في الإسبوع الأول من الموسم الجديد للدوري حيث ستكون أول مواجهات الناد الأهل في الدوري مع مصر للمقاصة بينما الزمالك مع المقاولون العرب بينما سيشهد الأسبوع الثاني من الدوري مواجهة الزمالك مع برمز كذلك أصفرت القرعة عن القمة الأولى في الدوري بين الأهل والزمالك في الدور الأول واللي ستكون في الأسبوع الرابع للدوري الممتاز بينما ستكون مواجهة الدور الثاني بين القطبي في الجولة 21 حضر مراسم القرعة التي يقيمت اليوم عمر الجنيني رئيس اللجنة المؤقتة ومحمد فضل عضو اللجنة المؤقتة وحزم إمام لعب الزمالك السابق وعمد متعب لعب الأهل السابق وأحمد حسام ميدو لعب الزمالك السابق وحسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات السابق كما حضر مراسم القرعة أيضا مازم مرزوء الرئيس الجريد للجنة المسابقات والذي تولى المهمة مؤخرا بعد استقالة حسام الزناتي وقام اتحاد الكورة بالكشف عن اللوجو الجريد للدور الممتاز في موسمه الجريد 2020-2021 في النهاية شكرا لك عزيز المشاهد ياريت لعجبك الفيديو اضغط لايك ولكنت بشهدنا لأول مرة اشترك معنا في القناة وفعل خاصية الجرس ليصلك إشعار بكل ما هو جديد لدينا شكرا لكم مشاهدين متابعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة